أخونا الفضل يقول أبو سلمان الدراني قال من حسن ظن بالله عز وجل وثم لا يخافه فهو مغدوع اوريد فهم ذلك أعوذ بالله طبعا الذي يحسن الظن بالله جل فعلا وايخافه يعني ايش لا يخافه يعني يهجم على حدودي فيتعداها المعنى انه احسن الظن بالله جل فعلا وهو يعني يغفر الله لي يشهب الخمر يقول أنه أحسن الظن بالله يزني ويقول أنه أحسن الظن بالله يذهب يأكل بالربع ويقول أنه أحسن الظن بالله يعني يمكن يمكن للكافر على المسلم ويقول أنه أحسن الظن بالله كذبوا والله لو أحسن الظن لأحسن العمل وليس هنا في معناها أنه أحسن الظن بربه وعنده بعض المعاصي أو عنده بعض الخلل هذا لا يؤثر في حسن الظن لا سيما إذا كان توابا أو إن كان رجعا أو إن كان ممن رزق الله الحسنة تمحي السيئات لكن كما وصفت لكم حسن الظن بالله لا يخاف يعني لا يخاف لا يخاف لقاءه يقع في الكبائر ويهجم عليها ولا يتأثر يمكن أن يقع في الكفريات ولا يعلم أنها كفريات لكنها يعني يعلم أنها كبيرة ولا يهتم بذلك هذا الذي قد أحسن الظن بالله زعما ثم هو لا يخاف لا ليس مخدوعا فقط بل هذا أراد الله جل فعلا به الهلك أو هذا أيضا ينزل تحت عموم قول الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون